أسعد الله مساءكم مشاهدين وأهلا بكم لقد أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي حيزا كبيرا في حياتنا اليومية لذلك خصص له برنامج سوميا ترندي طفع على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي إديسون أرانتس دونا سيمينتو والمعروف ببيولي صاحب الألف هدف والنجم الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم أعوام 58-62-70 عن عمر نهز 82 سنة وهو الخبر الذي أكدته ابنته على أنستغرام وأعلنت الحكومة البرازيلية على ذلك الحداد ثلاثة أيام على وفاة ببيولي وأكدت ابنته كيلين سيمينتو وعبر حسابها الرسمي على أنستغرام وفت اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاثة مرات وقالت نحبك بلا حدود أرقد في سلام كما نشر حساب ببيولي الرسمي على أنستغرام رسالته اليوم أصبحت إرثا للأجيال القادمة الحب ولا شيء غيره إلى الأبد ببيولي توفي على ساعة الثالثة وسبعين وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي بالبرازيل بسبب فشل بالأعضاء في جسده عن القيام بوظائفها نتيجة مرض سرطانيا القلون لينعي أسطورة كرة القدم كل من وصله الخبر وحتى السياسيون وحتى نجوم كرة القدم وهذا نبدأ بنعي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عبر صفحة رئاسة الجمهورية الجزائرية والذي كتب فيها قائلا بعث اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا باسمه وباسم الشعب الجزائري إثر رحيل أسطورة كرة القدم عيديسون أرانتس دوناسينتيمو بيلي عبر فيها عن تأثره البالغ بوفاة الابن البار للشعب البرازيلي والأيقونة العالمية التي طالما ألهمت شعوب التعلق بالكرة الساحرة وجعلته يتربع على عرش كرة القدم لعقود من الزمن هناك شخصية أخرى أيضا علقت على وفاة بيلي وهذا لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي كتب قائلا لم يكن هناك رقم عشر في قيمة وقامة بيلي شكرا لك بيلي في تعليق آخر كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي كتب على صفحته الرسمية كانت المودة التي أظهرها لدائما متبادة لا ستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد من عشاق كرة القدم أرقد بسلام أيها الملك بيلي في تعليق آخر لكيليان بابي نجم نادي باليسان جرمان ونجم المنتخب الفرنسي كتب قائلا لقد غدرنا ملك كرة القدم لكن إرثه سيظل خالدا إلى الأبد تعليق آخر لليونال ميسي يقول فيه أرقد بسلام وهذا نجم البرازيلية نجم البرازيلية نايمار دا سيلفا يقول قبل بيلي كانت كرة القدم مجرد رياضة لكنه غير كل شيء لقد حولها إلى فن وأعطى صوتا للفقراء والسود وهذه تعليقاتكم مشاهدين وكيف تفعلتم مع الخبر في الوطن العربي هذه جنة جنة تقول البقاء لله هو على الأقل كان وفي لموهبته وأسبح الرمز الأول والأخير لكرة القدم والعالم كله يعرفه ويفتخر به كأسطورة ومثال أعلى لكل من يمتهن هذه الرياضة سوف يبقى خالدا عبر العصور تعليق آخر لضياء عماد يقول وداعا ملك كرة القدم وداعا أحد أهم أسباب شهرتها في عصر لم يكن فيه الإعلام قوي وداعا بيليه تعليق آخر لجبار خثير زلفانا الذي يدلي بالدروه في الموضوع ويكتب تعزين لعائلته وعائلة كرة القدم حقا كان بطلا متألقا واحدا من أكبر أساطير الكرة المستديرة سمير يضيف في هذا الموضوع قائلا وداعا بيليه أحد أعظم لاعب كرة القدم في القرن العشرين سوف نفتقده كثيرا ولكن سيتم تذكره دائما تعليق آخر أبو سيف أو أبو يوسف يقول رفع كأس العالم ثلاث مرات متوالية إنجاز لم يستطع أحد تكراره إلى يومنا هذا زينو في هذا التعليق يقول رغم أن النبأ كان متوقعا إلا أنه يظل فاجعا ومفجعا رحل بيليه وتيتمت كرة القدم من جديد أحر العزاء لكل العالم الكروي كان هذا ملفنا الأول مشاهدين من تريندينج ملفنا الثاني بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر